مين معنا؟ السيدة موزياد تتفضل؟ سلام عليكم يا شيخ عليكم سلام عليكم يا شيخ لو سمعت يا شيخ أنا ابني عنده 11 سنة و4 شهور وبقاله يومين بيجي من المدرسة مش قادر يكمل صيامه هل هو السني ده مكلف بالصيام وممكن بعد كده بعد رمضان يرجعهم يصومهم تاني في أيام تانية؟ هو مش قادر يصوم يعني ايه؟ اولا انا عندي سؤالين سؤال اولا ان هو بلغ ولا لا؟ انا مش عارف ايه علاماته باللغة علاماته باللغة الاحتلام ان يظهر شعر على العانة الحاجات زي كده اه هو دلوقتي بلغ يعني انا انا شايف ان والده او اي احد يسأله يسأله بشكل واضح عشان بس نعرف انا نتكلم عن ايه عسنا انت بتقولي لي دلوقتي هو دلوقتي هو اذا جي افطر يعوض الايام دي ولا لا فلازم نعرف هو بلغ ولا لا عشان نعرف هو مكلف ولا مش مكلف هو عشان بينزل المدرسة الصبح ثمانية الصبح على ما بيجي انا مش معترض على ده حتى مش معترض اذا كان هو قد بلغ وهيفطر عشان وهيفطر لانه مش قادر هنتكلم في الحكم ده احنا الصيام مش جاي عشان يعزب الناس هو لو مش قادر يصوم بمعنى انه هو هيحصل له حاجة هو مش قادر هيحصل له حاجة بيغمع هيغمع عليه لا طبعا الشرع ما قالش كده لكن الشرع كمان قال لو كان عنده اي شيء من فقر في اي معنى عنده بعد الشر اي حاجة تتعلق بالصحة نحسن صحته لكن السؤال دلوقتي السؤال الاهم هل هو بلغ فاذا بلغ يبقى خلاص هو مكلف فاذا هو اضطر ان هو يفطر لو كان الدكتور قاله ان يفطر خلاص يعوض الايام التانية دي في ايام تانية تكون يمكن ان هو يصوم فيها اذا كان هو الدكتور قال له ما يفطر لانه هو مش يقدر او ان هو حس ان هو خلاص هيغمع عليه فافطر عشان ما يجلوش مرض ده الحالتين اللي هيفطر فيهم الحالة اللي هو خايف فيه على نفسه او الحالة اللي الدكتور قال له يفطر عشان هو لا يستطيع السيام اما واذا كان هو لسه في بداية الصيام يتعود على الصيام وان شاء الله ربنا سبحانه تعالى يكتب له الصيام ده كله اذا كانوا بالغ اما اذا ما كانش بالغ سبيع ست يصوم او ما يصومش ان شاء الله ربنا سبحانه تعالى يتعود على الصيام وان شاء الله ربنا يبارك له لكن ما تقصوش على الأولاد لو كانوا مش قادرين يصومه هم يتعاودوا على الصيام شيئا فشيئا